أهلا وسهلا بكم بساكم الله بالخير أبدأ عدد من سكان حي البطحة في الرياض استياهم من الحال الذي آل إليه الحي نتيجة ما وصفه باحتلال العمالة السائبة والبيع العشوائي في الطرقات بشكل منع الأهالي من التحرك في الفترة المسائية نتيجة الكثافة البشرية داخل الحي وحركة البيع العشوائية بعيدا عن أعين الرقابة عمالة من جميع الجنسيات تتكدس في الحي وأحياء أخرى شبيهة في معظم مدن المملكة تسودها أحيانا لغة غير العربية حتى في الكتابة على لوحات المحال التجارية الناحية الأمنية أيضا يجب أن نتوقف عندها في هذه الأحياء دعونا نتابع هذا التقرير الزميلي حمد الحبيب ثم نعود للنقاش بعد ذلك البطحة المنطقة المظلمة التي بات السمع بها أمرا عادية منذ سنوات هذا الحي يعيث فسادا جميع أنواع المخالفات تنتشر هنا بغض نظر عن هوية المنطقة التي تشبه قندهار ينتشر هنا البيع بالمواد الخليعة ومخالفات بيع الشرائحة والأغذية المنتهية والسرقات ويتعدى الأمر لوجود مراكز للرذيلة رغم عمليات المداهمة الدائمة إلا أن المخالفات والمخالفين هنا ربما بات مرضا مستعصيا فهذا الشاب كمثال يحاول بطريقة ممنوعة بيع جهاز جوال على المارة بسعر بخص رغم أنه يساوي أكثر من ذلك المنطقة التجارية في حي البطحاء كانت نواتها في الواقع الأنشطة التجارية التي نشأت منذ أكثر من خمسة عقود وتعتبر مركزا حركا للتجارة إلى الوقت الحالي ولكن مثل هذه المخالفات المستمرة تزيد من الخسارة التي تضعها الحكومة محمد الحبيب لبرنامج جهلة الرياض طيب شكرا لزميلي محمد الحبيب على هذا التقرير والحقيقة لمناقشة هذا الموضوع سرني أرحب سديهاتنا في الرياض بضيفي العزيز الدكتور سلطان العنقري أهلا وسهلا بك أنت ضيفنا دائما دائم في الحلقات الساخنة ونصف البالدة أهلا وسهلا بك شكرا استهدالي وأيضا أرحب المستمعين أولا الذين دائما نظموا بحقوقهم ثم المشاهدين الآن أنا عموما هذا يسعدني لأنه تتمني اللي ذاعة والتلفزيون في نفس الوقت ويهمني أيضا الحقيقة في فترة زمان قبل أربع سنوات كان في أحد المكفوفين اسمه عبد العزيز الزهراني مكة المكرمة فعتب علينا عتب في فترة من فترات في قناة البي سي أنه دائما ننساهم الحقيقة تذكرتنا وهذا يحسب لك فعزان المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات شرائك في التقرير اللي شفت هذا واقع معاش في حي في الرياضي عاصمتنا الحبيبة طيب هم نتاج إيش هؤلاء العمالة السائبة دي هم نتاج لعدة أسباب يعني عدة عوامل العامل الأول أنه البعض منهم كفلاهم مواطنين مع الأسف وزجوا بهم في الشارع يخذون عليهم كل شهر مبالغ والآن يصلون ويجولون في شوارعنا المؤسسات الوهمية أيضا تلعب دور كبير في أيضا الاتيام بهذه العمالة والمؤسسات أيضا القائمة الآن أيضا تلعب دور كبير في أيضا الزج بالعمالة في الشوارع حتى الشركات الكبيرة أصبح تأخذ التأشيرات وتبيعها هي عملية عملية يعني محقدة والهروب من الكفلة أيضا عامل آخر من عوامل الزج أيضا في الشارع وتلقفهم عمالة سواء كانت نسائية أو كانت عمالة أخرى رجالية إذن هذه هي المحصة الموجودة عندنا الآن كما شاهدنا في التقرير طبعا البعض أشاري لأن هناك لعب كمار وفيه كمار وفيه أفلام إباحية وغيرها من الأشياء هذه لكن فيه شيء مهم جدا ممكن يعني متطرق له ومهم جدا وهو عملية أن أصبحت مصدر تحويل الأموال وهنا ندخل فيه عملية عملية ما يسمى بالغسل أموال money laundering نعم وخلي ذات إذا وقتنا يسمح أستاذ علي أشرح نعم لا يسمح لا يسمح لنحنتكلم هذا ومفروق ما يكون معنا للأستاذ عبد الحميد العمري لكن ما يكوني بعد الفاصل حتى أيضا من ناحية الاقتصادية نتحدث عن هذا طيب إذا خلنا نتكلم عنها الآن أنا بس ودي أن أوه لأن نشف موضوع الحي البطحة والمشاكل اللي فيه مرتبطة بأكثر من جهة جوازات أمانة مدينة الرياض أيضا الأمن العام ومن يتعلق الحقيقة بالجوازات سيكون معنا عمر الهاتب بعد قليل مستشارة الإعلامي المديري العام للجوازات الأستاذ أحمد الغامدي لكن ما يتعلق بالأمانة نود النوة بأن أمانة مدينة الرياض رفضت التعليق حول هذا الموضوع أو المشاركة فيه بعد أن تم الاتصال مع مدير العلاقات العامة هناك الأستاذ إبراهيم الدعيلج حتى بس نكون يعني واضحين وشفافين معكم أيضا أود أن أسألك دكتور اليوم نحن دائما نتحدث في الإعلام عن مشاكل هذا الحي أو ذاك وتمر الأيام وتمر السنين ونمل نحن بالنقاش هذا الموضوع ويبقى الموضوع كما هو لماذا والله أنا ما عندي إجابة سؤالك يعني وجيه وصريح في الوقت الذاتي هذا يعني لكن يبدو لي أنه هي المشكلة عندنا أنه ما فيه متابعة غياب المتابعة يعني تأتي حملات تفتيشية ثم تتوقف يعني أنت الآن يعني زي البطحة البطحة هذه مشكلة البطحة اللي ما يعرفها أساسا البطحة عبارة عن هي قلب مدينة الرياض هي فيها يعني فيها مساكن عشوائية فيها زقة وشوارع ضيقة جدا حتى يمكن السيارة ما تخش بين لا يمكن يستقدم الدراجة النارية أو غيرها من فطبيعة البطحة وطبيعة المساكن الموجودة فيها تشجع على إيواء مثل هذه العمالة السائبة ليس ذلك بحسب بل أن تصبح وكر أساسا ومكان لانطلاق هذه العمالة إلى سرقات سرقات تتصور إنسان أتى إلى هذا البلد ما عنده عمل إيش توقع أن يسوي يعني واحد أتى إلى هنا وجالس ما عنده أي عمل ما عنده لازم يسوي حاجة غير نظامية نعم غير قانونية يسرق قد يعني يبتز قد يحتال ينصب يمرر مكالمات يمتهن والعيادة بالله الكوادة وغيرها من هذا وأيضا مهم جدا اللي أنا أتكلم عنه اللي عميت تحويل الأموال تحويل الأموال هذه ليس بالبساطة تصورها أحد الغسل الأموال هذه لو تخلينا أشرح لك يا أستاذ علي لأنه مهمة جدا يعني تصور واحد يأتي عندك بدلا ما يروح يدخل عن طريق البنوك وبالطرق الشرعية والقانونية يأتي عن طريق مجموعة يجي يعطيها الأموال يقول أوك أنت تستلمها في المكان في البلد هناك وأعطيك أموال طيب هنا يغيب حاجة اسمها الرقيب اللي هي البنوك أو عندنا دائما البنك المركزي اللي مواسطة النقد فلما يأتي واحد ويعطيه واحد المبالغ هذا الشخص ما يعرف المبالغ هذا جاي من وين وش يغسل الأموال غسل الأموال هو أنك تأتي بمبالغ إما نتاج لبيع مخدرات أو أسلحة أو أسلحة أو تجارة رق أو غيرها من الأشياء هذه أو حتى التبرعات الخيرية عندما أنت تسيء استخدامها أساسا وتحرفها إلى أنك تشتري فيها عقار وتشتري فيها أشياء بضائع وغيرها عشان تحرف الغسل الأموال هو أنك تحرف هذه الأموال من أساسها من مصادرها الأساسية إلى مصادر أخرى على سيستحولها من ما يسمى بالديرتي موني أو الأموال القادرة إلى أن تكون أموال نظيفة وتعطيها الشرعية وتعطيها الشرعية